أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العضوان الإسرائيلي إلى 35800 شهيد فضلاً عن 8011 مصاباً أكدت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر خلال 24 ساعة ماضية مشيرة إلى أن حصيل تلك المجازر بلغت 91 شهيداً و21 مصاباً هذا وتواصل قوات الاحتلال عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثلاثين بعد المائتين أعلى التوالي باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية